اشتركوا في القناة لما تلاقوا مع البعاتي هسحوا هو اسم جديد بنجيب عدد لكن قبل ما نجي لي اسم البعاتي الجديد خلينا نحن ذاتوا نشوف اسم تقدم ديشني عبارة عن شنو تقدم يعني ما شاء الله الناس جل مما جوا واستلبوا حكم ولا قاعدوا وشاركوا في الحكم في السودان أحسن شي بعملوه التسميات يعني والله لو بلعبوا وسط ما بسموا كده بس كل يوم طال علينا باسم جديد يعني زي ما قالوا يعني تقدم ده الاسم الجديد او اسم الدلع بتعقحت تقدم يمكن وصفه بانه يمكن اسم الدلع لقوة الحرية والتغيير يعني لا فرق بان تقدم وقوة الحرية والتغيير قال لك يا سيدي تقدم دي اختصار لتنسيقية القوة الدموقراطية المدنية يعني نعم فيشنو والله زي ما بقول لك كده يعني بس ألف أسامي هو الأسامي بتسمع الاسم كده رنان وجميل وحلو يعني لما تسمع الاسم جديد تقول لها سلام والله ناسلها يعني حعملوا حاجة فيه في تقدم يعني هي تقدم فإحنا نجي نشوف يعني خلونا من الاسم هسينا مش نشوف المضمون فزي ما عارفين أشاوس تقدم مش لاغوا البعاتي وطلعوا بالبنود التمانية الآتية أديكم البنود طوالي خلونا من الهرج والمرج الكثير اللي قالوه هذا تمام ملخص بيان أو النقاط اللي اتفقوا عليها أشاوس تقدم والبعاتي في أديس أبابا تنفيذ برنامج شامل ليعادة بناء القطاع الأمني وتوحيد الجيش وفقا للمعايير الدولية وإخضاعه للسلطة المدنية السلام تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو نظام الإخوان إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية وحدة السودان أرضا وشعبا المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات تطبيق نظام الحكم الفدرالي المدني إعادة بناء مؤسسات الحكم المدني إطلاق صراح 451 من أسر الحرب والمحتجزين لدى الدعم السريع لا يعني أنا بس دار عارف البنوة دي إحنا كم مرة أسمعناها كم مرة بس نظار أفتها مرة أسمعناها بعدين تاني نفس الأغلاط إنت الليلة مدني دار تتدخل في تنظيم المؤسسة العسكرية يعني فهمنا قصة إنه تتبع للحكم المدني مشيناها لكن إنت دار تشكلها وتعيدها من أول جديد بناء على شنو خلفيتك العسكرية شنو عشان إنت تعيد تشكيل القوات المسلحة كان أشاء استقدم ولا كان الدعم السريع إنتو اللي اتنين ما عندكم أي خلفية عسكرية دا من الخلاب أقول لبسوا بدل العسكرية وإنتو أصلا ما عارفين شغلكم المدني خليك ما تجد عرفوا شغل العسكري فأنا ما عارف زات البنودكم دي والله شكله في النهاية البرهان حيقول لكم بالله واشربوا مويتها أنا قال ما عارفتو يعني بتغشوا في ابنه وقال لك وحدة السودان يا راجل كويس المهم في النهاية اللوبانة دي قاعدة تتعاد من زوان وزي ما عارفين الحرباية بس غيرت السيما دا اللي تغير حسي بس دا اللي أنا شايف وتغير وعلى هامش الاجتماع اللي حصل دا شفنا إحنا برضو كان فيه يعني زي مؤتمر صحفي صغير كده دا يتكلم فيه وحمدتي وقال شنو وإحنا من هنا متأسف لكل شعبنا في السودان في كل ولايات وشرق وقرب وشمال وجنوب ووسط لانتهاكات الحصلة خالق الله لما سنسألك سؤال أنت يعني بتأسف على شنو طيب اللي حصل في البلد دا يعني ما نقول السمع هنحملك التسبب براك حلو لأنه في نظرية كده أنا اللي أنا دي قاعدة أفكر فيها ممكن اللي قدام في الحلقات أجا ناقشة معاكم ممس دا ما موضوعنا فإنت بتأسف على شنو ما أنت جزء من الحصل في البلد أنت جزء على الناس اللي بتترحم عليهم أنت جزء من الحاجات دي يعني الحاجات الحصلة دي قلنا أنت جزء يعني لا يتجزأ منه جزء أصيل من الحصل دا فأنا ما عارف يعني أنت بتغش في منه يعني يعني أنت تقتل القتيل وتمشي في جناسته غايته ما عارف الموضوع دا أنت مخلوع ومصدوم كل الانقلابات التمث من هاشم وراء برهان لغاية آخر انقلاب قام يوم 15 أبريل بهناك البرهان مخلوع ومصدوم منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم يواجه الشعب السوداني حربا مدمرة شنتها عليه قوات الدعم السريع طيب يعني الفتنة ديل واللام دين في طرف ثالث في الموضوع احنا لازم نبركد ونرى الموضوع دا ونفتش المهم وفي أثناء برضو اللقاء حقه أو الكلامة اللي تكلمه دا يعني قام رمى كلامة البرهان لكن كده دقيقة قبل ما نمشي الكلام الروالبو هان طبعا الحبدوك يعني قاعد بيقول له انه ما في زمن عليك الله بس عين علي علي حميد تحذر لك ايف الله العظيم هرشه هرشه كشف شف 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 المنظر حمر لد حميرة صاحبك لما بلع عاريق وعاريق وبلع عاريق وكيف حبدوك ما يعني والله الشخصية صفر اتا وكيد ما غذر الكلام بتقوله ما لك اتا وكيد خايف منه واصلا قاعد جنبه لي خلي مع مكرافوراته دي يتكلم براه في زمن ما في زمن قطعها بعدين في المنتاج ما انت فيديوهاتك الأخيرة كلها ما قطع المنتاج وحركاته جاءت على دي يعني لازم تكون كاملة يعني الليلة بيقول لك انه يعني بيجي يقول لك احنا ما دين يدا للسلام وعايزين نقعد على الطرف التاني انه يجي للسلام طيب الطرف التاني اللي هو حاليا بيمثله عبدالفتاح البرهان انت الزول ده مما قامت الحرب ما دفاعا عن البرهان والله البرهان ده ما اكل عليه وحصانة عديل زي ما بقوله ما اكل عليه وطوبة الأرض من البحصل ده احنا ما فاهمين فاشنو ففي زعلة منه كده ده لكنه خلاه على جنبه مما بدت الحرب دي انت طلعتها وقلت شنو هم ما مجاهدين هم لو مجاهدين ما بجاهدين لبرهان برهان وردانا وصلت لبجاهده وزوجة فاولها فاشنو وتاني قلت شنو بحط طلع من البيدرام وطلع بسفنجا مفروض يوقع السلام طوال طيب يعني انا عايز اسأل سؤال بس يعني هم انت زول المفروض ماشي تقعد معاه وتلاقيه عشان تتفاوض وتتفاهمه وتطفوا النار المولع دي تقوم تستفزوا بالكلام تقوم تزعروا بالكلام وتنبزوا وتغلط فيه يعني ده شنو ده احنا مما قامت الحرب دي فراحة البرهان ما شفنا لا نبزك لا غلط فيك لا قال اي حاجة فترة الفاتت دي كلها ياهو بقول متمردين ميليشيا الكلام اللي هو زي ما بقوله شنو ما شفنا جغال زلده ما بصلي ولا خش في ايمانيات وروحوانيات فالكلام اللي انت قلت ده حاليا بعاتي صراحة يعني زعلت الراجل ده زعل شديد الراجل ده يعني صراحة لما انطلع او رد على كلامك ده بعدين ذاته يعني خليك من برضه من النبز والكلام يعني انا في عوارك كده التحصل لحن ذاته ما قدرين نفهم يعني يعني انت بتقول البرهان طلع من الغيادة كيف بحط طلع من البيدرام وطلع بسفينجا طيب وجماعتك جو قالوا البرهان طلع من الغيادة كيف وفزع وفزع بارح الساعة اتنين بالليل جاءت لهليكوبتر ورفعتها بالبراشوت الله أفضل الله أفضل لا انا ما عارف يعني نصدق منه بالظبط هسي عشان نعرف الزلده مرك كيف ما احنا برضو دارين نعرفه مرك كيف يعني دارين الحقيقة وبعدين غير كده خلينا منه مرك كيف يعني انا اول مرة اشوف ليه ببراشوت بيمشي ليه فوق ببراشوت ده المفروض انتها بيتموت بتفتحه بتنزيل ليه تلحد طيب وقت هو أصلا يعني طلع ببراشوت ولا بطيارة انتوا شفتوا حافيان كيف او شفتوا لا بالسفينجا كيف جوا الطيارة شفتوا السفينجا يعني طيب انتوا وقت بتقدروا تشوفوا السفينجا من الأول ما شفتوا عرفتوا البرهان كيف وخلتوا لما انطلع والبراشوت على قولتكم قام بيه وفوق ما عارف انه احنا ببراشوتونا طيارة المهم يعني كيف يعني فطبعا الكلام اللي حصل كله والضحك بتقدم قاعدين بيضحكوا وفرحانين ما عارف فاتحين نفسهم بيضحكوا على شنو ها الكلام ده كله زعل منه زعل السيدة الغايدة العام والقوات المسلحة السودانية ها الفريق اول عبدالفتاح البرهان السيدة المشير برهان لا له لسه ما بيقى مشير هو فريق اول ركز يا زور قد نشوف احنا الغايدة العام لقوات المسلحة السودانية رد على حميتي او البعاتي وقال شنو بالظبط يعني زلده زعل ظاهر انه زعلان فضل شوه الفيديو ها شنو قال شنو قال شنو زلده جماعة كدعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا يعني يعني كافي انا زعتكم ما زعتكش شوف مين اللي زعتك وانت زغير انا مليش دعب انت اللي زعتني يا سنة بلاك علي يا ابني مين اللي زعتك يعني شنو كده يا اسمع دقيقة بس يعني شنو التقاصل شنو بيا زعتكم كده احنا جماعة دقيقة قبل ما نكمل في الحلقة دي ليا جدام خلينا نشوف احنا زعته يعني كلما زعتكم دي في معجمال لغة العربية معناها شنو فضل يا سيدوني ولا ينت اسمك بينو هدرس تفضل ورين المعنى ويعني زعتك اصلا يعني ترطيني مش محتلة حلقة معني طاني يا جماعة دا من بداية الحلقة ما بتلكم في البعاتي واشتقل لهم ازعتكم ما زمي الزعات طاني حمدتي البعاتي زعاط دا احسن اسم له بعد دا بيقى الراجل برضو بغير اسمه طالما هم باري الحرباية اللي بتغير اسمه كل يوم فخوزات المعناته برضو كل يوم حيطلع له اسم جديد الله يستر من الاسم الجديد اللي هايجي بعد دا ما معروف احنا ذاته الايام دي زي ما بقوله دا السلينة شنو غيته بلد غريبة 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 يعني زعلت الراجل فقطت المنطق خليت زاته يعني الزل دا زعلان هايج هايج لما بيرجف بعدين يعني يا جماعة صراحة أنا بنا شايفو دا والحصل دا هسي يعني التسعة شهور الفاتت دي واللي جاي دا كوم تاني لانه في التسعة شهور الفاتت دي كانت حرب حاليا من الانا شايفو وحركات المراهقة السياسية اللي بتحصل دي ويس يعني حيبقى الموضوع شكله بين اتنين انا اجيب اصحابي وتتجيب اصحابك هيخلطوا بعض خلط لما نشوف البمرق منه همنه لا وكمان يعني غير الاستفزاز دا يعني في حاجة تانية مستفزة برضو لم ارى اي فقرة تتحدث عن الخروج من منازل الناس سيد ياسر لا اعلم هل كانت واردة بشكله او باخر ام لا لماذا لم ترد هذه الفقرة بشكل واضح وصريح يا سيد احمد قضية الخروج هذه مجرد مزايدة لا يعني يا سيد عرمان انا درسده لا اعرف حاجة كيف يعني مزاهدة سياسية وما في دعم سريح قاعد في بيوت الناس كيف يعني يا اخي قولة البرهان كضاب والجيش كله كضاب والسياسين كلهم كضابية الناس الناس السيد البيوت زادت المرق وخلوها بالفيديوهات اللي بتطلع كل يوم دي دعت الدعامة خدت لهم عليك الله فيديوهات خدت لهم خدتوا خدتوا الفيديوهات خليه شوف يا سيد عرمان دي ما بيوت الناس عليكم والله يا جماعة لو اي زول فيكم ظهر في الحلقة دي من الفيديوهات اللي حنا عرض ما اكتب لنا في الكومنتات تحدي انه ده بيتنا وصف لنا زادة البيت وين عشان احنا نشوف النهاية المراهقة والعوارة اللي بتحصل عندنا في السودان من السياسيين ومن كله قال شنو دي مزايدة سياسية عليك الله هسي لما انظهر الزعاط طلع عليك صوت لا وكادي تعال احنا يعني نشوف تاري من الحاجات المستفزة ما لي البرهان بس لان احنا برضو كشعب سوداني تفضل شوف اللي سيمة رشعواط قالت شنو يعني قوات الدعم السريح كانت موجودة في الخرطوم لأكثر من عشرة سنوات ولديها عشرات الآلاف من الجنود ولكن في أزمنة السلم لم نسمع بمثل هذه الانتهاكات هذه الانتهاكات أفرزها واقع الحرب الآلاف المؤلفة التي خرجت من السجون اختفاء الشرطة عدم توفير أي حماية للمدنيين لم نسمع بمثل هذه الانتهاكات هذه الانتهاكات أفرزها واقع الحرب الآلاف المؤلفة التي خرجت من السجون اختفاء الشرطة عدم توفير أي حماية للمدنيين لا واثقة من نفسيها لا يوجد انتهاكات من الدعم السريع والدعم السريع قادل له عشرة سنين ما عمل حياة زيدي قبل كده طيب انتي كنت عارفة الدعم السريع أو غيره من كثير من الميليشيات والمتمردين في السودان عمل شنو في الغريب سووا شنو في ناس الغريب دي من ناحية العشرة سنين انت لو بتتكلم عشرة سنين بتقولي ما في انتهاكات لا في انتهاكات ولما المشكلة دي هسي ولعت في القرطوم برضو في انتهاكات لكن انت طبعا ما بتكوني مدسية قاعدة بعيد عشان كده ما لمو فيك لكن انت عارفة لو لمو فيك ناس الضعم السريع ده حيعملوا شنو انت وياسر عرمان عارفة حيعملوكم شنو ولا حيل الله عارفة ولا ما عارفة عارفة حيعملوا فيكم شنو قدل ربما كزعات كله عمل فيكم اي حاجة ده لا هيحصل فعشان كده انا شايفي انه تلمي الدور وما في داعي للطبيلة يعني خضرت طبيلي طبيلي لكن يعني طبيلي بيه منطق يحترمي عقولنا والله العظيم الحاجة دي استفزت الشعب السوداني كله عن بكرته به ما ممكن طبيل عيني عينك عشان تصل اللي شنو وعشان تستفيد دارين تصل اللي شنو انتوا في النهاية قاعدين بتطبه اللي حمدتيك ده ها الله العظيم ذاته انا ما عارف البلد الغريبة دي يعني بلد ذاته اقسم بالله العظيم تحييرك شي ضعاتكم وشي عرمان وشي بتاع احنا ما عارف وبهناك الحلو اخوان انا ما عارف دي بلد دي ولا شنو ها شفشفة ان المشفشفين هؤلاء لابدان يقفوا يوم من ايام امام هذا الشعب الذي بدأ يتصلها الان فان الذي شفشفنا حتما سنشفشفه حتى يعرف الشفشف هنو هو مشفشف ده كلام ما فيه نقاش انا سمعته بوصح كده مخرج عين ليه اللقطة دي تاني فان الذي شفشفنا حتما سنشفشفه حتى يعرف الشفشف هنو هو مشفشف ده كلام ما فيه نقاش لا حول ولا قوة إلا بالله والله ما عارف غرمي لك دلوقتي والله ابو حميد زادو ما عارف اللا هسي ابو حميد حاليا منصدم احنا تاني عشان نخشها السودان نشغل في بان يعني ولا شنو ما عارض ان دي بلد غريبة والله العظيم غريبة لا احنا معناته تاني عشان نحل مشاكلنا دي إلا معناته خل وقيت جابت لها حاجات زي دي مش كده يا ويداد قلت والله العظيم بس يعني الحمد لله المهم نجي نكمل احنا ونشوف الزعار بعد ما ظهر عمل شنوه وسافر مش وين ولفه وين وجولات طبعا صاحبك دام من أدس يتوجه وين مشه جنوب أفريغي نعم ونما وصل جنوب أفريغي هناك الرئاسة الجنوب أفريغية غردت على موقع اكس وقالت انه احنا استقبلنا رئيس السودان طبعا طبعا ما لازم يعني لازم يقولوا رئيس السودان ما قاعد بيتكلم باسمنا ومبارنه طبالين ديك مبارنه من هنا والله المفضل يوزع لهم كل واحد طبلا ما يقولوا رئيس السودان كيف قاعد بيتكلم باسمنا وبمثل السودان ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم غايته دي قصة لكن المهم بعد ذاك قام ريكي بطيارة ماشى رواندا ومعلك بزور البتاحف ويتفسح يعني سبحان الله يعني أنا أشوفه قصة دهو الأصلي ولا ما الأصلي يعني ده حمدتي ولا البعاتي القصة دي أنا ما كنت شغال بها كثير لكن تصرفات دي صراحة يعني متناقضة مع كلامه فهنا يعني أثبت لي أنه ده حمدتي الأصلي عارفين ليه تذكروا جمعنا البرهان أول ما طلعوا باشا بورسودان عمدتي قال ليشنو أسمع أسمع إن كنت نسيته فكرك حبيبي أسمع وأنا شايف الهوى ضربك قاعدت الشرشح وبتطير هاليكوبتر نازل هاليكوبتر قايمة ويت أصلا إنما أنت النفش ما بتعرف تقول شنو طيب ما هدى السيتة قاعد بدي الشرشح والهوى ضربك وبدله كرفيتة الموضوع قلت لكم زمانة يا جماعة الزلدة بس قاعدة مرقو لو مرق بيهدي الموضوع كان غيران إنه بس البرهان مرق من الخرطوم مشه بورسودان وبيتفسح هنده هسي مرق يتفسح الهوى ضربوا وبيشرشح زي ما قال يقال سلام شفت قلت لكم الزلدة يا أخوانا بس كان رايحة الفسحة سبحان الله يعني أنا بس ده أعرف حلال عليكم وحرام عليهم ما ينفعين يتفسحوا وإنتوا تفسحوا وإحنا ناكل هوا زي ما بقول ناكل إحنا أشرص إحنا اللي نموت وإحنا اللي نتهجر وإحنا اللي نقتصب وإحنا اللي يكسروا بيوتنا وإحنا اللي يحرقونا فيقتل ويحرق ويشرع في الخطأ هو مثال لنعدام الإنسانية عندما نكون بلا ضمير إيه قبلة إيه نكون إيه اسمه نكونه بضم النون عشان بس بيتشالب المعنى لو غيرنا التشكيل قاعدوا بس أعملوا حسابكم منك شفشفة حدي شفشفو شفشفة ثم من سنشفشفه حتى يعرف الشفشفه أنه من شفشف ما يا جماعة إحنا عايشين في زمن صراحة غريب المهم يا جماعة قبل ما نختم الحلقة في زمن من زمان يعني دهلين نقول من سنامو شوي يعني ناس السنامات نصر وبان عليك الأمان ها بلعنى قول الله قد يشوفوا من ناوي قال شنو شوفوا شوفوا من ناوي بس قال شنو من ناوي قال أنه الحرية والتغيير ادعت النضال ولبست ثوبة الثورة ثم بالت فيه شر كذا يعني يقول شر الله العظيم غايته أركو من ناوي يا لكن الله يتزول غريب يا والله انت إنسان غريب قاعدوا الحمد لله يا جماعة والله العظيم إحنا لنا الله المهم في حاجة تانية قفل الحلقة عليك الله يا من ناوي قفل قفل ديم شكراني في أي كلام شكرانين شكرانين يا خن وبكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية الحلقة واترسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في فيزواء العربي محمد عيبا ومرضو ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تجيكم أي حاجة جديدة بتحصل في العالم ده ومن هنا لغاية ما نلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله إذا ربنا أحيانا ومد في عمرنا أحياتي لكم محمد عيبا اشتركوا في القناة